بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله اتكلم مع حضراتكم على آآ زيوت الحجام المتزح لكم. والكلام اللي هقوله دوات الدكتور شعراوي هو اللي مشيره. وانا بس كتبته واقوله لحضراتكم يعني هنقوله حضراتكم. آآ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله استكمالا لدورة الحجام. دي الحلقة السالسة. آآ ما هي الزيوت التي تستخدم آآ في الحجام المتزح لكم. تمام? احنا فهمنا الحجامة المتضح لك عبارة عن انا احط زيت. تمام? وهحط زيت على آآ المكان اللي انا هشتغل عليه. وهبدأ بعد كده ايه? هبدأ بعد كده سبحان الله اشتغل بهذا الزيت. طيب اوكي. آآ طيب احنا عندنا دلوقتي سبحان الله آآ ايه هي الزيوت? ايه هي الزيوت اللي انا ايه? باستخدمه. تمام? طيب ما هي انواع الزيوت? اللي باستخدم في الحجامة المتضح لك? انا باستخدم طبعا الزيوت او الجل او اي حاجة باستخدمها عشان الخاطر تسهل حركة الكأس. لان انا بحط الكأس اوكي? انا بحط الكأس سبحان الله في مكان معين بحط الكأس وعايز احركه لمكان اخر. تمام? مجرد ان انا بحرك الكأس طبعا بيعمل تنشيط للدورة الدموية بيعمل تنشيط للاعصاب تحت بينه بيعمل حاجات كثيرة. طيب ينفع ان انا احط الكأس هنا واجه احركه بدون زيت? لا ما ينفعش. لابد ان انا اعمل ايه? احط زيت. طيب. سبحان الله العظيم. الدكتور شعراوي قال لنا ان في عندنا نوعين من الزيوت. في عندنا نوعين من الزيوت. تمام? في نوعين من الزيوت. الزيوت الاساسية والزيوت الحاملة. الزيوت الاساسية والزيوت الايه الحاملة? الزيوت الزيوت الاساسية دي تكون زيوت مركزة. بتكون زيوت مركزة. وتكون تركيزها عالي جدا. وغالية الثمن. يعني الزيوت الاساسية بتبقى غالية وبتبقى كميتها بسطة جدا وبتبقى غائية وبتبقى تركيزها عالي تمام؟ فلازم ان انا خففه على مادة اخرى او على زيت اخر تمام؟ بالزيوت الحامل تمام؟ لانه لو تحط على الجلد مباشرة هيحرق الجلد طيب ما هي اشهر انواع الزيوت الاساسية؟ اي اشهر زيوت الزيوت الليفندر والنعناع والكفور والقرنفل والبابونج وزيت شجرة الشاي والجيور عن يوم يبقى انا عندي دلوقتي على فكرة في واحدة صاحبتنا في كلية التمريد كانت عاملة رسالة على زيت شجرة الشاي او زيت الشاي انه بيستخدم على قرح الفراش وبيخليها تلتأم جدا تمام؟ فاحنا نفع بالتفصيل ماذا قال الدكتور شعرون؟ يبقى اشهر الزيوت في الزيوت الاساسية اللي هي الزيوت القليلة اللي تمام يا غالي اللي هي الليفندر والنعناع والكفور والقرنفل والبابونج وزيت شجرة الشاي والجيور عن يوم الزيوت الحاملة فهي زيوت موعة من الخضور زي زيت اللوز الحلو زيت البندق المشمش الجزر وربما يكون وربما يستخدم زيت الجزر كزيت اساسي ويستخدم زيت الجوجوبة في اه لان في مادة شمعية تستخدم في التجميل الزيوت العطرية تستخدم بالقطارة ولا يوضع كمية كبيرة على جسد المريض ومن اشهرها زيت الليفندر تمام؟ لعلاج الحروق نركز مع مع بعض طيب انا ايش استخدامه بالنسبالي في سبحان الله في الحجامة قالك انه هو في الحجامة في بعض الاحيان بننسى الكاس فيعمل زي جروح او زي بقى بيش كده فقى فيه زي الحروق بالزبط فانا بعد ما خلصت لو حطيت زيت لفندر هيتنتهي تماما فده من المهمة بتاعت ايه زيت الليفندر اوكي مش كده وبس قالك انه هو مادة مضادة للاكتئاب مادة مضادة للاكتئاب يعني حتى بيقولك ان انت ما تحط حتى زيت الليفندر تبصت لاقي يعني كأنه بيساعد على عدم الاكتئاب يعني بيعالج الاكتئاب لانه رحته حلوى تمام بعد كده زيت شجرة الشاي مهم جدا فيه اعتبر كمطهر ورائحته تدلوا كأنه مثلا كأنه كان دكتور بيقول كأنه دطول او حاجة كده مطهرات يستخدم في منع العدوى بعد الحجام يستخدم في منع العدوى بعد الحجام زيت شجرة الشاي زيت شجرة الشاي تمام طيب بعد كده الحجامة المتزحلقة بزيت اللوز على الوجه رائعة جدا طيب يبقى انا عندي بقى زيت اللوز لما احطه على الوش واعمل بيه حجامة متزحلقة تمام بيقولك بيستخدم في علاج حب اثار حب الشباب بيستخدم في علاج مش حب الشباب بس ده علاج الاثار بتاعته طيب بالنسبة لزيت النعناع يستخدم مخفف مع زيت زيتون تمام لعلاج الام الضهر تمام و الام الرأس و يستخدم لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي و أيضا على أماكن الجهاز الهضمي من الأمام و من الخلف واحدة واحدة كده زيت النعناع يا شباب عايز أقول لحضراتكم حاجة فيه زيت النعناع هو طبعا المريض بيحس ببرودة فمعنى كده أن أنا لما حطه عند مريض حطه عند مريض يكون عنده إيه يكون عنده حرارة يبقى المريض اللي عنده حرارة هقدر أحط له زيت آيه نعناع لأنه بيحس ببرودة أما المريض اللي عنده أصلا سخونة اللي عنده سخونة بيحطوه زيت نعناع أو حرارة طب المريض اللي عنده برودة بحطوه زيت زينجبيل حاجة حمية فاهمني يا شباب طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي زيت النعناع بيستخدم العلاج و أين ألام الضهر ألام الركب الأماكن اللي هي بتكون حمية او تكون حرة العلاج مشاكل الجهاز الهضمي تمام كده طيب وعلاج الهضم طيب بعد كده زيت البابونج زيت البابونج او زيت الكاموميل يعتبر اصلها في التاريخ يرجع الى الالمان او الرومان ويعالج الالتهابات وخصوصا التهابات المفاصل طيب ثانية واحدة يبقى زيت البابونج يعالج الالتهابات يعالج الالتهابات يبقى زيت البابونج زيت البابونج يعالج الالتهابات وخصوصا المفاصل ومسكن لها والام اسفل الظهر يعالج الام اسفل الظهر والبطن ويستخدم زيت البابونج اثناء الدور الشهرية لتخفيف الام وتقلصات الدور الشهرية يبقى واحدة واحدة يبقى زيت البابونج يستخدم فيه علاج الالتهابات يبقى زيت البابونج يستخدم فيه علاج الالتهابات زيت البابونج طيب وبنقول ان هو بيستخدم بحطه عشان نستخدمه مع مين؟ ألم المفاصل وألم أسفل الظهر ألم أسفل البطن ألم الدورة الشهرية تقلصات الدورة الشهرية بعد كده زيت الجيرانيوم يستخدم في التجميل الجيرانيوم زيت الروزماري يستخدم للعضلات والتنحيف الموضوعية مثل الفخد وتنحيف الاماكن اللي واحد عايزي البطن والأرضف والاماكن دي اسمه زيت ايه بقى؟ الروزماري زيت الروزماري باستخدمه عشان أعمل تنحيف للبطن للأرضف الاماكن دي او اماكن دهون كثيرة يستخدم زيت الليمون وزيت البرتقال وزيت بذرة الكتان في حرق الدون الموضوعية ده اللي اكتر حاجة احنا بنستخدمها بصراحة الليمون والبرتقال وسبحان الله بذر الكتان قال لك بذر الكتان ده بيجيب نتائج ممتازة جدا ولكن رحته مش حلوة ولكن رحته مش حلوة طيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يستخدم زيت الزعتر في التدليك الليمفاوي زيت الزعتر في التدليك الليمفاوي حيث انه يسحب السوائل او الليمف من الجسم الى التجاه الغدة هو دلوقتي بنشرح يعني ايه يعني ايه سبحان الله التدليك الليمفاوي بصوا شباب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي حد عنده مثلا الرجله دي يتخنة جدا تمام؟ فيها سوائل ناخد بالنا ممنوع منعا بتن يكون اي حد عنده سبحان الله عنده دي فيناس رومبوزيس دي في تي دي فيناس رومبوزيس او اللي هي الجلطة في الاوريدة العميقة ممنوع منعا بتن اعمله تدليك الانفاوي ولا حتى تدليك بالحجامة تماما ليه؟ اصلا لو حد عنده حد عنده في جلطة في رجله انا مجرد ما اعمل تدليك هاخد الجلطة معي واطلعها للقلب فوق عند الشريان الرقوي وهتعمل لي ايه؟ هتعمل لي بلوك والرقل دا يموت مني في سوائل يبقى ممنوع ان انا اعمل تدليك لاي حد عنده غلطة في الاوريدة العميقة دي في تي تمام؟ ممنوع اعمل تدليك لا تدليك بأدية ولا تدليك بالحجامة اوكاي؟ طيب انا باستخدم ايه؟ باستخدم قال لك انت لو ما فيش بقى غلطة وحد دا عنده رجليه مورمة تمام؟ باستخدم زيت سبحان الله باستخدم زيت الزعتر باستخدم زيت الزعتر في التدليك اللي مفاوي باستخدم زيت الزعتر في التدليك اللي مفاوي يبقى ايه التدليك اللي مفاوي؟ انا عندي دلوقتي قد الشخص دا سبحان الله بامسك في التدليك اللي مفاوي دا بامشي في اتجاه الفوق بامشي اتجاه فوق تمام؟ كده؟ يبقى انا عندي دلوقتي التدليك اللي مفاوي التدليك اللي مفاوي بتستخدمه ايه؟ في التدليج من أسفل لأعلى. من أسفل لأعلى. ليه؟ اصلي انت بتحاول ان انت ترمي فين؟ ترمي كل الثوال دي في الغدة دي اللي يفاوليه القريبة منه. فorithنا في الأنجوائنة يعني في المنطقة القربية في عندنا لين في النوت كبيرة. ممكن تحت الترقوة في عندنا لين في النوت كبيرة. تمام كده؟ حتى عندنا في الواجه حتى ما بنيجي نعمل حجامة في الواجه بننزل بنرمي فين؟ يا إما وراء يقى ايه وجود الغد الده تحت ايه الغد زعطر تدليك اللمفوي حيث انها يصحب السوايل او اللمفي من الجسم في اتجاه الغد الده ده تمام وتوجد زي الغد تحت الابط وفوق عزمة الترقوه تحت عزمة الترقوه على فكرة تمام وفي المنطقة الارابية ضع لتسكين الايلام زيت الاورنف للتسكين الالام يستخدم بصورة كبيرة جدا حيث انه يستخدم كقدر موضعي في بعض الاحيان. يبقى زيت القرنفل بسكن بيه الالام. الام الدروس اكتر حال. زيت الليمون وزيت الزعتر للتدليك اللي مفاوي. زيت الحنة يستخدم لالام اسفل الظهر. الام اسفل الظهر. زيت الورد ويستخدم لعلاج اثار حب الشباب. آآ ويستخدم ايضا زيت الارنيكا كمادة مضدة للكدمات. ضياع اثار الحجامة آآ ويستخدم لعمل حمام بخار واستخدم اي نقطة كماطس للقدمين. سبحان الله. واحدة واحدة كده يا شباب. يبقى زيت الورد يبستخدمه في اثار حب الشباب. الزيت الارنيكا بيستخدم كمادة مضدة للكدمات. الدكتور شعراوي ساعتها قال ايه? قال ان انا ممكن سبحان الله آآ ان انا اعمل آآ احط من زيت الارنيكا ده بعد بعد الحجامة عشان الزرقان اللي بعد الحجامة ده يروح. سبحان الله. طيب بعد كده ندخل على الحجامة المائية. الحجامة المائية يا شباب. الحجامة المائية. يوضع كأس بيه ماء. يبقى احنا نلوفنا الوقت الزيوت اللي احنا بنستخدمها. واستخدمات الزيوت قبل ما ندخل في الحجامة المائية. وعرفنا كل زيت ولوه مادة آآ فعالة وبيستخدم في ايه? تمام? آآ وقلنا ان احنا عندنا فيه زيوت حاملة وزيوت آآ وزيوت حاملة وزيوت اساسية. وقلنا زيوت الاساسية دي بتبقى غالية جدا. وباخد منها بعض القطرات وزودها بزيت زيت زيتون مسلا. لان زيت الزيتون فيه بركة. تمام? وعرفنا ان بعض الزيوت لها ايه سبحان الله آآ لها مفعول آآ كبير. تمام? آآ ان شاء الله نراجع الكلام ده مع بعض. مع حضراتكم انت راجعوا تيني اوكي? ندخل بعد كده على الحجامة المائية. يعني ايه حجامة مائية يا شباب? يعني ايه حجامة مائية? طبعا الكلام ده طبعا مفروض ان هو يتشرح بالتفصيل سبحان الله. انا عندي كأس اهو. ادي الكأس. بحط جوه مي. وبعد ما حط المية جواه ابدأ احطه على اماكن معينة على الجسم. زي مسلا فقرة ايه? آآ اللي هي سبحان الله زي سيرفايكال سيفن. سيرفايكال استابعة ومن اكتر الفقرات اللي بتقلل درجة الحرارة. تمام لو حطيت عليها ايه? لو حطيت عليها سبحان الله لحطيت عليها آآ كأس حجام. تمام? وبرضو النقطة اللي بتقلل الحرارة بسرعة وهي النقطة اللي هي آآ سبحان الله البلدر اربعين. آآ اللي هي المسانة اربعين اللي هي خلف الرقبة بتستيطه من تخفيح درجة الحرارة. تمام? طيب يبقى احنا الحجام المائية يوضع كأس به ماء على الفقر الأنقياس في حالات الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة للجسم. يوضع كأس به الماء على الكاهل لمدة خمس دقائق. هذه المنطقة لها ارتباط بمركز بمركز الاحساس بالحرارة. فبيقلل الحرارة بسرعة. تستخدم الحجام المائية وايضا في الكدمات كمان. يعني انا باستخدمها في درجة الحرارة العالية وباستخدمها في الكدمات. عدة خبطة جديدة وفيه دم متجمد تحت الجلد. فانا ابدأ احط آآ سبحان الله الكأس آآ في مياه على الكدمة نفسها. بيمنع تسريب الدم فيه طبقات الجلد ايه? آآ السفلية وايضا في حالات البلغم بحط مياه بس من الحنفية كده. بحطها في الكاس وحطها على سدر المريض. بحطها على سدر بتاع المريض بيسهل خروج البلغم ويسهل آآ طرده من الجسم. تمام كده? طيب. بعد كده الحجامة الدوائية. مش احنا يا شباب اتكلمنا على الحجامة المائية. وتكلمنا على الزيوت المستخدمة في آآآ في الحجامة. آآ سواء كانت في المساج في المتوضح لكم. او في ان انا ممكن احط الزيت اصلا جوه الكاس. يعني انا ممكن في مثلا الحجامة الدوائية دي. انا ممكن احط ايه سبحان الله احط آآ ممكن احط سبحان الله آآ مادة عشبية. مغلي للمادة دي. او ممكن احط زيت. اوكاي? طيب. بيبديل حجامة الدوائية. اوكاي. طيب. بعد كده بيقول لك ايه بقى في الحجامة موقعية دي. انا ممكن باستخدم ان انت ممكن تستخدم كسات البامبو. كسات البامبو ديت اللي هي مصنوع من خشب البامبو. او خشب القافور. او اللي هي آآ يعني آآ في دكتور شعروة كان بيقول لنا اللي هو آآ الغاب الافرنجي. تغلى الكسات بالاعشاب. يعني انا بقبلها بيوم بقوم غالي الكسات بالاعشاب وخليها فيها. ثم يضع الكأس على المريض ليساعده في امتصاص المادة اللي مغلب فيها الكسات. مثل ورق الجوافة والكفور في حالات التهاب الصدر والكحة والحساسة الصدر. حد عنده حساسية في الصدر انا مش هعمل له حاجة خالص غير ان انا اجيب الكسات اللي هي الكسات البامبو. تمام? وهبدأ اغليها. اوكاي? هبدأ اغليها بالمادة الكفور. ورق الكفور ده اجيب شوية ورق كفور او او ورق الجوافة. تمام? واحدة عنده مشكلة حساسية في الصدر. بحطها له على صدر. يبدأ الراجل ده يتحسن معي. طيب. قال لك ايه بقى? قال لك الكسات المستخدمية. اما في ممكن استخدم الموضوع ده. ممكن استخدم موضوع الحجامة الدوائية باستخدام الكسات البلاستيك. ازاي? هبدأ احط المادة العشبية في الكسة البلاستيك. تمام كده? وابدأ احطها على المريض. بس على اي على اي مكان? لا مش على اي مكان. على المكان اللي انا عارف انه يؤثر ايجابا على حالة المريض بالنسبة لي. فكل حالة بتختلف من واحد للتاني. واحد عنده مشاكل سبحان الله في المعدة. نحطوله على رين تناشر. واحد عنده مشاكل في الصدر. احطوله فوق الساديين نفسين او فوق الحلمة نفسها. فوق الساديين. فتبدأ تأثر معي. او بحطه على الشباك الامام الى الرئة. تمام? اللي هو تحت التركوه على طول عند نهايتها. سبحان الله.